انا راضي الحمد لله وعارفي انه امي توفت ولكن اثيرت انه فكرة امي توفت كيف مش عارفي اربط الاشي في بعضها الحمد لله رب العالمين الله يرحمها ولكن ما زلت اثيرة لوفاة والدتي لفقدان والدتي الاشي صعب كثير يعني اسمعت على الاذعة وهي مريضة قبل وفاتها بفترة ويعني فيديوهات اخوتي مسجلينها وبثوها في عمالقة السبر وانا بالسجن وهي بترضى علي يعني الله يرضى عليك يا امي وهي بترضى علي يعني هاي الصورة هذا الصوت مخزن تخزين عميق وبتكرر براسي يوم الام اشي صعب في المعتقل اكيد كل الناس بتحتفل كل الابناء بيحتفلوا في امهاتهم الامهات بتكون مع التفاف اولادها حواليها اشي غاية بالروعة فلما تشوف الام يعني لا في ابن لا في بنت لا في اي التفاف حواليها ممكن تحاول يتعوض هذا الشعور وهي بتشوف البنات بس كمان البنات بهذا اليوم لهم معاناتهم الخاصة انه يفتقدوا للامهات يعني هي بتلاقيها معاناة مزدوجة انا عن نفسي ما بفصل شعور الام عن شعور الاسيرة اللي مش ام لما اذ توفت الوالدة الله يرحمها كان الاشي قاسي جدا كثير صعب يعني حسيت عيدي راح او شمسي انطفت حقيقة يعني هي وفاتها وهي بالسجن انه يعني اللي سنتين بعيدة عنها مش شايفتها مش شام ريحتها ما تهيأت او انه يعني ممكن اني ما شفتها ما ودعتها ما بقيت نظرة الوداع عليها الوفاء قضاء من الله وقدره والحمد لله رب العالمين احنا راضين بقضاء الله وقدره ولكن نظرة الوداع يعني انا لليوم عندي رهبة اني اروح عدارها حتى خرجت من السجن اللي افراج عني كان في خوف ورهبة كيف بد اروح بدون امي بدون ما اشوف امي تستقبلني هذا الاشي عن جد يعني بتحسيه كثير صعب صعب الوصف احكيلك انا اعجز لحد الان اعجز عن وصف المشاعر هاي اشتركوا في القناة